اشتركوا في القناة الله الذي رزقك الله الذي يحييك الله الذي يميتك لا بد أن تخاف منه صحيح ولا لا لا بد أن تنفذ أوامره لا بد أن تجتنب نواهيه ولذا لو كنت موظفا في أي مكان لا بد أن تنفذ الأوامر كما أمرت كما أمرت لماذا؟ لأن الله يراك ما تستطيع أن تخالفه لو كنت جندي عسكري في المعركة لا بد أن تنفذ الأوامر لأن الله يراك لو كنت في بيتك مكلف بعمل ما يمكن تعمل أوامر لا ترضي الله عز وجل لماذا؟ لأن الله يراك فيجب عليك أن تستحي من الله عز وجل لا تخلف الوعد لا تخلف الوعد لأن إخلاف المواعيد من صفات المنافقين المنافقين الإنسان إذا حدد موعد يأتي في هذا الموعد أو يعتذر أو يكلم سأتأخر خمس دقائق أتأخر عشر دقائق وهكذا لا بد أن يحافظ الإنسان على الوعد لأن إخلاف الوعد من صفات المنافقين كما بيَّن الرسول عليه الصلاة والسلام أن المنافق إذا وعد أخلف وإذا أتوا من خان وإذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر فيجب على المسلم أن يكون وفيًا مثلًا أن تكون أنت في وظيفة وكتبت عقد بينك وبين هذه الشركة التي أنت وظف فيها لا بد أن تفي بأوامرها بمواعيدها أيضًا بحضورها بالقيام بالعمل الذي كلبت به وإذا لم تستطع هذا العمل اعتذر لا استطيع هذا العمل لا أستطيع أن أقوم به لا أستطيع أن أعمله كما ينبغي ولذا ينبغي للمسلم أخوان أن يعلم أن الله يراه وأن الله يسمع كلامه شكرا للمسلم شكرا للمسلم